في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة النائب أحمد السلوم عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عضو غرفة التجارة والصناعة أن إنشاء صندوق السيولة بحجم مئة مليون دينار بتوجيه من سمو ولي العهد يعتبر خطوة تنفرد بها مملكة البحرين بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص في المملكة البحرين من أوائل الدول أو ممكن هي الدولة الوحيدة اللي اتخذت هذه الخطوة لمعالجة الركود الاقتصادي أو بعض التعثرات الاقتصادية اللي قاعدة تتولد أو تصير في المنطقة بشكل عام فهذا الصندوق بيكون صندوق جدا مهم هذا الصندوق راح يساعد الشركات ويساعد المؤسسات أن هي تتخطى المشكلة اللي هي فيها ومشاكل الاقتصادية والتعثرات المالية وأنها جدول أمورها وتخلص الاتزامات وطبعا الصندوق ما هي فقط إن إنشاء صندوق هو صندوق يعني من سلسلة متكاملة هو أول شيء أعلنه عن قانون الإفلاس قانون الإفلاس هو جدول الأعمال جدولة الأعمال تحتاج لسيولة فلذلك أن سمولي العهد ومعالي وزير المالية يعني قريبين جدا من المؤسسات والشركات وفاهمين بالضبط الاحتياجات وعارفين أن فعلا مثل هذا الصندوق بوجود القانون راح يسهل ويسرع الإجراءات العملية حق كل الشركات فهذا الصندوق راح يكون لدور كبير وراح تكون فيه لمهام كبيرة طبعا بعد من التوصية أن يكون فيه تعاون ما بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة ووزارة المالية وتمكين مع البنوك المحلية حق يتم دعم هذا المبلغ ويكون أنه يجمع بطريقة أنها لا تأثر على أي قروض أخرى اشتركوا في القناة